وانا قاعد بفر في التليفون فجأة جي في دماغي كده وقل تمسك التليفون وعمل مكالمة لحد اي حد وقل له ايه وقل له على فكرة انت لعيب كويس او انا اكلم حد على انه وكيل لاعبين وقل له انت لعيب كويس ونفسي ان انت تيجي عندي في النادي بتاعي وفي الاخر يطلع الكلام اللي حضراتكو شايفينه خلال هذه الايام مبارح واول مبارح كلام كتير جدا فيما يخص بعض الصفقات الخاصة بالنادي الاهلي التي لم يعلن عنها حتى الان فبالتالي هي لم تبقيتش صفقات او هي ليست صفقات حتى هذه اللحظة حتى يتم الاعلان عنها ولكن اللي بيحصل كله الغرض منه شيء واحد فقط وهو الضرب في النادي الاهلي على فكرة انا ما عنديش مشكلة ان حد يتنافس معايا على صفقة يعني ايه يعني انا ما عنديش مشكلة ان انا بقى عايز النادي الاهلي عايز اكس من اللاعبين ونادي الزمالك عايز اكس من اللاعبين هو هو نفس الاكس ونادي بيراميدز عايز نفس الاسم واحنا التلاتة احنا التلاتة الاندية التلاتة اندية تتفاوض على ان احنا نخلي اللاعب ده اللي انا عايزه اللي الاهلي عايزه وغيري وغيري عايزينه عشان اقدر اجيبه هنا تبان قوة أو هنا تبان العقلية المفاوض الجيد عقلية النادي المحترف عقلية النادي اللي عنده إدارة محترف خلاص ما يبقاش كل الغرض إن أنا أجيب اللعيب ده علشان هو حيتعب النادي الأهلي تخيل حضرتك إن فيه مسؤول طالع بيقول إن أنا جايب لعيب حيتعب النادي الأهلي والحقيقة أنا أنا واحد من الناس اللي يعني عشت فترات طويلة جدا داخل حتى الآن يعني الواحد حياته كلها أو معظم حياته الفترة يعني من من 26-27 سنة لغاية دلوقتي عيشانها داخل النادي الأهلي وبنشوف إيه اللي بيحصل داخل النادي الأهلي عمري ما شفت حد بيقول لي يا إسلام إحنا حنجيب اللعيب الفلاني علشان حيتعب نادي آخر حيتعب نادي الزمالك أو حيتعب نادي الزمالك عمري ما سمعت هذا الكلام مثلا يعني عمري في حياتي ما سمعت هذا الكلام وأنا متأكد مليون في المية إن أنا يوم لما حسمع الكلمة دي في النادي الأهلي إن حد يقول إن أنا حجيب اللعيب الفلاني عشان أتعب النادي الفلاني كده هتبقى بدايات الفشل عمرها ما هتحصل داخل النادي الأهلي هذه الكلمة عمرها ما هتحصل داخل النادي الأهلي لأنه ما فيش نادي كبير بجمهرية كبيرة وبإدارة محترفة وكذا يقولك أنه هجيب العيب عشان أتعب النادي التالي أحد المسؤولين في بعض من لا يشجع نادي الأهلي اتكلم على أنه هجيب العيب علشان يتعب النادي الأهلي ومن المفترض أن يكون هناك مسؤول آخر عمل تليفون علشان يجيب اللعيب اللي المفروض النادي الأهلي بيتفاوض معاه حاجات غريبة جدا طيب هو اللعيب ده ما حلوش في عينه غير لما نادي الأهلي يتفاوض معاه وخلص معاه أو قرب معاه إذا كان النادي الأهلي عمل كده فعلا طيب هو أنت بتصرف الفلوس دي كلها عندها أخرى يعني بتصرف الفلوس دي كلها وبتعمل الكلام ده كله عشان تتعب النادي الأهلي يا عم ما تتعبش النادي الأهلي النادي الأهلي ما بيفكرش فيك النادي الأهلي لا ينظر إليك الفرق كبير جدا جدا بين النادي الأهلي وبينك طب ما قبل ما كنت تسأل حتجيب مين أو عايز تجيبه عندك كنت أقوله خلصت ولا لسه ومسؤولي التانية طالع زي ما بقول لحضراتكم كده دي أنا من وجهة نظري أن هذه الأمور هي فشل زريع لأي إقدارة تتكلم بهذا الشكل وبهذا المنطق والله العظيم أن أنا جيب لعيب علشان عشان كده أنا لو الأسبوع اللي فات لو تفتكروا أنا قلت لحضراتكم أن النادي الأهلي ما جابش إمام عشور عشان يكيد مسؤولين الزمالك ولا يكيد جمهور مفيش الكلام ده جماعة احنا جبنا إمام عشور علشان إمام عشور النادي الأهلي أو مدرب النادي الأهلي المدير الفن النادي الأهلي مع لجنة الكرة مع لجنة التخطيط اللي في النادي الأهلي شافوا أن إمام عشور هيكون هو البديل الكويس جدا في مصر بدل حمد فتحه ولقوا أن المبلغ اللي حيتدفع فيه مناسب عشان سنه ادي الموضوع ادي الفكرة مش الفكرة ان انا جيب لعيب عشان اكيد في نادي تاني او عشان اتعب نادي تاني هذا الكلام لا يصح وهذا الكلام انا بشوف ان ده فشل زريع جدا لأي حد يتكلم بهذا بهذا المنطق لانه منطق هو ليس حقيقي انت بتجيب لأ انت بتجمع فرقة عشان تتعب نادي الاهلي لما حضراتكوا تسمعوا الكلام ده تقولوا ايه انا شخصيا بعد اضحك والله العظيم وبعرف ليه نادي الاهلي دايما ادارته فرقة عن اي ادارة اخرى ليه نادي الاهلي فرقته فرقة عن اي فرقة اخرى ليه نادي الاهلي حتى جمعيته العمومية عندما هتختار بتختار الانسب بغض النظر عن اي حاجة تانية الانسب اللي هم شايفينه هيبقى واقف في مصلحة اسم النادي الاهلي فكان مهم جدا جدا ان انا اتكلم مع حضراتكم في هذا الامر ما تفكروش في هذه الامور وانا الحقيقة قلت قبل كده بدل ما ادايق النادي الاهلي اتعلم من منظومة النادي الاهلي بلاش ما تتعلمش من منظومة النادي الاهلي تعلم من اي منظومة انت عايزها ولكن يا اخي فكر في ناديك بس اشتغل على ناديك فقط اقول ان انت عايز تنجح ناديك بس بعيدا عن تفشل اي حاجة تانية هي الناس اللي كانت قاعدة تقول بص في ورقتك ومش عارف ايه والكلام اللطيف الحلو اللي كنا بنسمعه هي الناس دي مختفية ليه لغاية دلوقتي او هي محدش بيتكلم في هذه الامور ليه نصيحة من واحد شاف انجازات كثيرة جدا جدا داخل نادي محترم ومحترف وادارته محترفة للناس اللي بتبص علشان توقع النادي الاهلي ابعدوا عن النادي الاهلي وفكروا في ناديكو يمكن يمكن نلاقي منافسة ما تشتغلش عشان تفشل الغير اشتغل علشان انت تنجح هذا هو الفكر السائد داخل مجلس ادارة النادي الاهلي انا بشتغل عشان اسم نادية ما بشتغلش عشان حاجة تانية اعترفت باخطاء الموسم اللي فات فانجحت الموسم السنة دي السنة دي واحد من اذا لم يكن الاعظم احنا متأخرين على حضراتكم في ان احنا نقول لكم ان هذا الموسم هو الاعظم ولا لا علشان بندرس كل الامر من كل الجوانب علشان لما نطلع نتكلم مع حضراتكم في هذا الامر لازم تبقوا عارفين ان احنا السنة دي موسم تاريخي في تاريخ النادي الاهلي من 1907 لغاية دلوقتي